موجود عنا بكتاب الاكتيبيتي بوك البيج ففتي سيكس ستة وخمسين اكسرسايز رقم خمسين فعنا هون الكلمات عم قلنا رايس سنتنسيز اباو اكتب جمل حول هذه الاشياء باستخدام الكلمات الصحيحة كلمات المواد الصحيحة المواد هاي هي المترياز هذول المترياز المواد هناك ثلاث كلمات زيادة هون الكلمات انا ترجمتون وود انه معناها خشب ميتل معناها معدن بلاستيك ما ابدأ عن ترجمها هي بلاستيك جلاس معناها زجاج بيبر يعني الاوراق لذر لذر هون شوفوا الحرف التي والاش عم ننفضه ذال بالعربي يعني باللغة العربية لذر يعني جلد ربر مطاط كاردبورد ورق مقوى ورق مقوى هلأ بان نقول اول جملة البنسلز اقلام الرصاص مصنوعة من شوف العربية اقلام الرصاص مصنوعة من الظهب نختار كلمة الخشب موجودة هنا في النص هي كلمة wood كيف نقول لأقلام الرصاص مصنوعة من الخشب؟ Pencils are made of wood يعني أقلام الرصاص مصنوعة من الخشب هنا نضع R لأنه Pencils جمع هنا نضع اسم المادي ونختار الناس من هنا نختار كلمة wood فقط نضع منها R made of مصنوعة مين؟ الآن أول جملة Credit Cards Credit Cards معتها بطاقات الإئتمان هذه بطاقات اللي بابضوا منا مثلاً بروح على الصراف بحطوها بابضوا منا المعاشات أو الرواتب Credit Cards مصنوعة من شو؟ الورق المقوة غير الورق المقوة؟ لا غير الورق المقوة هي بطاقات الإئتمان مصنوعة من البلاستيك لأن هي مانا وراء هذه بطاقات المقبض فيها الرواتب مانا من الورق منوع من أنواع البلاستيك تحس أنت مثل الورقة هي أسميك شوية بس هي بلاستيك فنقول بطاقات الإئتمان مصنوعة من البلاستيك كيف نقول هذه؟ Credit Cards are made of plastic بطاقات الإئتمان مصنوعة من البلاستيك كيز؟ كيز معناها المفاتيح مفتاح البيت، مفتاح الغرفي، مفتاح الجرار هذا مسميه Key مفتاح كيز مفاتيح مفاتيح مصنوعة من شو؟ المعدن كيف نقولها؟ كيز كيز are made of metal صحيح كيز are made of metal يعني المفاتيح تصنع من المعادن آخر واحدة Shoes and wallets Shoes and wallets شوز معناها؟ شو معناها؟ شو معناها؟ الأحذية ولت ولت معناها المحفظة جزدان يعني جزدان تجيب مسميه ولت الأحذية والمحافظ يعني محفظة جمع محافظة محافظ ما شو مصنوعة؟ من الجلد؟ أكيد كيف نصير؟ Shoes and wallets ولت are made of of leather ممتاز Shoes and wallets are made of leather الأحذية والمحافظ مصنوعة من الجلد هاي تمرين تاني كمان بس هاي بس هاي في ملاحظة بس أن كلمة wood إننا نحنا wood معناها خشب لكن woods إذا حطنا لـ s بصير small forest يعني غابة صغيرة woods فينا انترجمة غابة صغيرة يعني walk in the woods يعني مشوار في الغابة في الغابة ربعيد wood إن معناها خشب ولكن woods إذا ضفنا لـ s بصير الغابة الصغيرة ما غابة كبيرة غابة صغيرة ما غابة صغيرة بس اشتراك نشآ قديني ينتظر يشآ